وإلى خبرنا الأخير مع بشائر السماء حيث شهدت مناطق متفرقة من الدولة اليوم موجة من الأمطار الصيفية المعروفة محليا بالروايح تروحت شدتها ما بين الغزيرة والمتوسطة وتركز معظمها في فلج المعلى والبطايح والعوير وسيح الدحل وسيح السلم والطي والمناطق الوسطى والشرقية وبعض الإمارات الشمالية فضلا عن منطقة العين بإمارة أبو ظبي وجرت على إثرها الأودية والشعاب التي شهدت رياح نعاتية إلى جانب انخفاض نسبية في درجات الحرارة وتدني مدى الرؤية الأفقية مع تجمع المياه في بعض الطرقات والبؤر المنخفضة وهذه اللقطات من تصوير فريق مركز العاصفة هذا وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا السبت حارا نهرا وصحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام مع فرصة لتكون بعض السحب الركامية المنطرة شرقا وجنوبا بعد الطهرة ورياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحيانا مع السحب المثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية هذا والله أعلم شكرا